السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن الاستعانة بالله عز وجل الاستعانة بالله تعالى معناها طلب اللعون من الله عز وجل في الوصول إلى المقصود وإلى البرغوب معناها أن العبد يشتاز في بعض اللحظات أوقات صعبة ويشعر بالحزن أو بالضيق أو بالهم فيحتاج إلى من يساعده ثم بعد ذلك يدرك أنه لا ملجأ له إلا إلى الله سبحانه وتعالى فيطلب العون من الله سبحانه على أمور حياته ويدعوه أن يزيل عنه الهم ويفرج عنه الكرب ويريح باله ويطمئن نفسه الاستعانة أيها الأحباب الكرام في زماننا هذا نحن في أمس الحاجة إليها وأنتم تعلمون أن الأوضاع دائما فيها مطبات وفيها صعوبات والإنسان يضعف ويركن ويحتاج إلى من يقدم له يد المساعدة وليس هناك من مستعين أعظم ولا أكرم من الله تعالى الذي في كتابه العزيز أمرنا بأن نستعينه وقال وقوله الحق إياك نعبد وإياك نستعين أمرنا بأننا نقول إياك نعبد وإياك نستعين معناها أننا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بسواك إياك نعبد أي نخصك وحدك يا رب بالعبادة والطاعة وحدك بالعبادة والطاعة أنت الرب وأنت المشرع وأنت صاحب الأمر نعبدك لأنك أنت الخالق وأنت المبدع وأنت الوهاب وأنت المعطي وغيرك لا يملك شيء إياك نعبد وإياك نستعين أي نفردك بالاستعانة دون خلقك فلا نستعين بشيء ولا بأحد سواك هذه الاستعانة هي مطلوبة من كل إنسان في كل أمر وفي كل وقت وحين وربنا سبحانه وتعالى لأهميتها أمرنا بأن نكررها في كل ركع من صلاوتنا فنحن في الصلاة مفروض علينا أن نقرأ سورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة هي لب وجوهر القرآن العظيم ولب وجوهر الفاتحة هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فلا يمكن للعبد أن يفعل أي شيء إلا بعون الله ومن حرم من ذلك خاب وخسر لماذا ربنا عز وجل أمرنا بأن نعبده ونستعين به لأن في ذلك عجائب وأسرار هذا الأمر ينقي النفس من الكبر والعجب لأن الإنسان فطر على الكبر والعجب وهم أخطر أخطر أنواع السلوكات المنحرفة وبها تميز إبليس فكان جزاؤه الطرد من رحمة الله كان متكبر وكان معجبا من نفسه وكان يلقب بطاوس الملائكة وحينما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له تكبر إبليس وقال أنا خير منه فالعلاج ديال الكبر وديال العجب أن الإنسان يواضب دوما على قوله تعالى إياك نعبد أي أننا نشعر بالعبودية تحت مقام الألوهية وإياك نستعين فلا قوة لنا ولا سلطة لنا ولا حول لنا إلا بك يا أرحم الراحمين الله عز وجل كما أمرنا بأن نعبده وحده لا شريك له أمرنا كذلك بعدم الاستعانة بغيره لا نستعين بسواه كل هذا هو غايته جل على أننا نرجع إليه سبحانه في كل شؤون حياتنا كل ما يتعرض له الإنسان من حوادث وتحديات نرجع فيه إلى الله تعالى لأن العلاقة بين الله تعالى وعباده ليست مجرد علاقة ديالتقوس تعبدية وإنما هي علاقة مستمرة علاقة العبد بربه علاقة مستمرة وفاعلة وقوية خصوصا في ساعة الشدة كما في ساعات الرحى ونحن هذه الأيام نمر بساعات الشدة ونحن في أمس الحاجة إلى استعانة بالله جل جلاله هذه الاستعانة هي نوع من الاستصغار الإنسان يستصغر نفسه أمام ربه لأنه يشعر بالأمس بجوار عظمة الله ويفتقر إليه الله تعالى يخاطب كل البشر فيقول رب البشر يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد الله تعالى وحده هو الغني وهو الحميد الذي هو أحق بالحمد وغيره لا يملك شيئا وكل من طلب من البشر شيئا هذا يضيع وقته طلب المحتاج من المحتاج سفه في الرأي وضلالة في العقل أن يطلب محتاج من محتاج أنت بشر ناقص وتطلب من بشر آخر ناقص مساعدة وتطلب منه أن ينصرك هذا فيه سفه ربنا عز وجل هو صاحب الأمر للأسف رأينا بعض الناس طلبوا العزة من غير الله فأصبهم الذل ورأينا أناس راموا الثروة من غير الله فافتقروا ورأينا أناس أرادوا الارتفاع بعيدا عن الله فاتضعوا فلا يستعانوا إلا بالله سبحانه وتعالى ويكفي أيها الأحباب الكرام أن ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه ومصطفاه أمره في كل أموره وهو يخض غمار الحياة بما فيها من متاعب ومما فيها من مشقات أمره بالاستعانة بالله أمره بأن يستعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى الذكر وحتى الشكر والعبادة العبد لا يقدر عليها إذا لم يكن هناك توفيق من الله وإعانة من الله ودفع من الله إذا شعرت بأنك مفرط في الدين فقل يا رب أعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وإذا كنت في الدنيا مغلوبا غلبت إما بسبب الفقر وإما بسبب المرض وإما بسبب الظلم والطغيان الذي قد تعاني منه فعليك أن تستغيث كما كان يفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين علاقة قوية مستمرة تفاعلية ينبغي أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل هكذا رب النبي المصطفى الرجال رب الصحابة الكرام فصاروا رجال عظماء كان يربيهم على هذه المبادئ من ذلك مثلا كان يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا خطاب كان قاله لعبد الله بن عباس ابن عمه رضي الله عنهما وكان يقصد به الجميع كان يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يحصر الاستعانة بالله وحده دون غيره إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هكذا كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يغرس في الصحابة وفي أتباعه وفي أبناء الأمة هذه العقيدة السليمة القوية الحركية التفاعلية التي لا تنهزم ولا تشعر بالضعف ولا بالاستكانة لأنك أنت مع الله ومن كان مع الله كان الله معه الاستعانة بالله تتضمن أيها الأحباب الكرام كمال الخضوع والتدل لله احنا دائما في عبادتنا علينا أننا نتدلل إلى الله إذا قمنا للصلاة وإذا قرأنا القرآن وإذا قمنا بأي عبادة نخضع ونتدلل إلى الله العظيم القدوس الجبار المتكبر الذي السماوات والأرض بيمينه مطويات يوم القيمة ثم بعد الخضوع والتدلل أن نثق بالله نثق به مجوش عد نشك عد نثق كاملة بأن الله غني وسوف يرزقنا بالمال الحلال الذي يكفينا ولا يطغينا عيننا ثقة بأن الله والشافي سيشافين من الأمراض والأسقام والعلال عيننا ثقة بأن الله القوي سينصرنا على من ظلمنا عيننا ثقة بأن الله اسمه الغفار سيتجاوز عن زلاتنا نعتقد بهذا الأمر ثم ونحن نسير في الحياة بالعمل والتخطيط نعتمد عليه ونفوض الأمر إليه ربنا عز وجل يوصينا بهذه المبادئ مرارا وثكرارا في كتابه العزيز يربفنا النفس القوية والشخصية المتماسكة والقلب المطمئن الذي لا يصاب بالأمراض النفسية التي صارت في زماننا بوفرة مزعجة كيف تصير بمنأة عن الأمراض النفسية وبمنأة عن القلق والتوتر وتكون عندك طمأننا في القلب وتكون عندك شخصية متوازنة وتكون عندك اكتفاء داتي كيف ذلك أن تتمتل لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ربنا قال استعينوا يعني اطلبوا الاستعانة بالصبر والصلاة وهذا الاقتران بين الصبر والصلاة لأنه ما يمدان المؤمن بالقوة احنا الله عز وجل بحل ولله المثل الأعلى بحل احنا البشر غادين في واحد طريق سيار طويل عدنا ستين سبعين عام او ثمانين عام في الحياة كل واحد العمر دياله كأننا نسير في طريق سيار والطريق طويل وشاق لكن الله تعالى دلنا محطات استراحة دلنا بحل ديستاسيون محطات استراحة نتوقف عندها لنتزود بالماء والهواء ونستريح هي الصلاوات الخمس هذه الصلاوات وهذه العبادات تمدان المؤمن بالقوة التي تعينه على احتمال مشقات الحياة ويتقوى على مدافعة شهوة النفس وأهوائها وهكذا يسير هذا الإنسان يستطيع أن يطيع الأوامر الإلهية ولا يخالفها بما أوتي من صبر واستعين بالصبر والصلاة الصبر عن المعاصي والصبر على الطاعات والصبر على كل مشاكل الحياة سبحان الله ربك يعطيك قوة لا حدود لها نحن الآن في زماننا هذا نحتاج إلى القوة وهذه القوة أولا ينبغي أن تكون قوة نفسية قبل أن تكون قوة عسكرية أو قوة اقتصادية أو قوة سياسية ضاغطة لا بد أن تكون قوة عقدية قوة نفسية وهذه القوة النفسية تستطيع بالقليل أن تحقق المعجزات هكذا كان ربنا يعلم الأنبياء ويعلم المرسلين لهما النموذج الأمثل والأسوأ ألم يواجه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعداد كبيرة من الصعوبات في الحياة واستطاعوا في النهاية أن يكونوا هم في المقدمة وهم المنتصرين وهم أهل الخير والبركة لماذا؟ لأنهم كانوا مستعينين بقوة الله مستعينين بعظمة الله مستعينين بمجد الله انظر مثلا مثلا ربنا عز وجل يحكي لنا عن نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجه من المشاكل والصعوبات ما الله به عليم يكفي أن أعداءه من قريش أذاقوه أشد العذاب وحاصروه وضربوه وأعتدوا عليه وعلى أتباعه ماذا علمه ربنا أن يقول قال لي أن تقول يا محمد قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون كان سيدنا النبي يكرر هذه الآية الكريمة كلما وقعت له الشدائد كلما شعر بالظلم كلما شعر بالضيق كلما شعر بأنه وحيد أمام خضم من الأمواج من الأداء كان يقول ودي الآيات قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان المستعان على ما تصفون في لحظة من اللحظات الحرجة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم نسمعه يقول لما كان مطاردا ولما دخل إلى غار ثور أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة ولم يكن معه إلا صاحبه أبا بكر والقليم الطعام لا سلاح له ولا مدد ماذا ربنا أوصاه بالاستعان أن يستعين بالله في لحظات الضعف والهوان استعين بالله وسوف ترى القوة والمدد كما قال ربنا عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هكذا كان ربنا يتعامل مع الأنبياء ومع المرسلين ومع أتباعهم الصادقين هذه القوة الاستعانة بالله عز وجل لا تكمن فقط في المدد الذي يحصل من هذه الإحساس وإنما ليس فقط استعانة بوسائل المادية العسكرية اللوجستيكية اقتصادية لا هي قوة يعطيها الله تعالى في القلب تحدث الأمل في النفس والانشراح في الصدر والابتسام للأنين هذه القوة هذه الاستعانة رغم أنك أنت ضعيف ومجروح ومغلوب على أمرك ربك يعطيك القوة بالاستعانة أمل في القلب انشراح في الصدر تبات في الموقف وابتسامة للأنين نفس هذا كان يوصي به الله تعالى نبيه موسى عليه السلام لما كان نبي الله موسى مع المستضعفين من بني إسرائيل في مواجغة فرعون وقومه وموسى عليه السلام كان أندك لا يملك إلا عصاه وأخيه وفئة قليلة من بني إسرائيل وفرعون كان عنده ترسانة عسكرية قوية وعنده قوم بمئات الآلف ماذا كان يفعل سوى أنه يستعين بالله لأن الله تعالى أمره بذلك قال له يا موسى قل لقومك قل لهم من بني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله الأرض ليست ملكا لأحد الأرض لله والخلق خلق الله والبشر عيال الله وخير الخلق إلى الله أرحمهم بعياله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقبل سيدنا موسى عليه السلام كان نبي الله يعقوب الذي مرت عليه الأزمات والشدائد كان يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه فصبر جميل والله المستعان والله المستعان نستعين بالله تعالى هذه المبادئ هي أسس في بناء العقيدة الصادقة في مواجهة أزمة الحياة وصعوبات الحياة أن الإنسان يفوض الأمر إلى الله ودائما عنده يقين أنه يتوقع الفرج من الله تعالى وأنه يتيقن بأن مع العسر يسرى مع العسر يسرى وأن النصر يكون على الظالمين مهما طال الأمر هذه العقيدة تجعل الإنسان يفتقر في كل حالته وأحواله إلى ربه عز وجل نحن جميعا أيها الأحباب الكرام محتاجين إلى الهداية من الله نطلب منه الهداية محتاجين العون نطلب منه الإعانة محتاجين لكي يغفر لنا الذنوب محتاجين أن يستر عنا العيوب محتاجين أن يحفظنا من الشرور والأفات محتاجين أن يشافينا من الأمراض والأسقام محتاجين أن يرزقنا الحلال وأن لا نمد أيادنا إلى الحرام محتاجين أن يقيم لنا كل مصالحنا وعيشنا فكل ذلك من عند الله يسير فالخير من الظهر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالأمر كله من الله تعالى أما الاستعانة بالمخلوق فالمفروض أن الإنسان يستعين بربه لكن المتفق عليه بين أهل العلم أن الاستعانة بالمخلوق أيضا إذا كان مخلوق عنده القدرة على الإعانة في الأمور العادية وهذا المخلوق قادر بأنه يقدم لنا يد المساعدة وكان لا يمن علينا ولا يملي علينا شروطه ولا يذلك فلا بأس أن تستعين بالمخلوق لا بأس وفي القرآن العظيم يحكي لنا ربنا عز وجل كيف أن بعض الناس طلبوا من ذي القرنين الذي كان يحكم وكان قائد عسكري قوي طلبوا منه أن ينصرهم من شر يأجوج ومأجوج كان يأجوج ومأجوج هم مخلوقات غريبة كانوا يفسدون في الأرض ويظلمون الناس ويحرقون المحصول ويسفكون الدماء ولا أحد يستطيع أن يواجههم فظهر ذو القرنين فإذا بهؤلاء المظلومين قالوا يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة نعطيك مال نعطيك خراج فماذا كان جوابه قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة فذو القرنين في ذلك الزمان جعل حاجز جدار أقوى من جدار برلين ما بين ياجوج وماجوج وهذه الأقوام التي كانت مظلومة فلا بأس أننا نطلب الاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية ولكن أن يكون المخلوق قادر على ذلك دون أن يكون لها عواقب ونحن نعلم بأن الاستعانة هناك أيضا من يستعين ربما بعد الزراع قد يستعين بعوامل طبيعية يزرع مثلا وكيف اللح ويستعين بالماء وبأشعة الشمس وبتقنيات معاصرة متجددة في حرط الأرض هذه الاستعانة وفي الحقيقة لا يستعين بالطبيعة هو يستعين بما منحه الله تعالى من عوامل ربنا أعطنا عوامل لها القدرة على إنماء ما أودع في بطن الأرض من بدر والثمار فالاستعانة بهذه العوامل الطبيعية أيضا ليست محرمة ولا منهون عنها ولكن الاستعانة هي تكون دائما في هذا الجانب أنك تعين الإنسان على شيء يقضيه والنبي الكريم كان يقول تعين الرجل في دابته إذا تحمله عليها وترفع له عليها متاعا هذا كل من الإعانة تعين أما الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه الإنسان أو تستعين به في شيء ثم يضرك في أشياء ويملي عليك شروط خطيرة في أشياء فهذا لا ينبغي وأيضا الاستعانة بالأموات الأموات وما يسمى بالله هذا كل أيضا من الشركيات الذي يقع في بعض الناس أثناء الضعف لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى فمن حقق الاستعانة بالله أعانه المولى ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره ورضي بذلك وكله الله تعالى إلى من استعان به فصار مخذولا وصار منهزما فمن أعانه الله فهو المعان ومن خدله فهو المخذول لأن الله تعالى يقول ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله تعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل كل ما يقع وكل ما يحدث هو بعلم الله وهو بإرادة الله وهو بتصرف الله المهم أنك أيها الإنسان تحافظ على دينك وعلى يقينك وتتشبت بالعروة الوثقة حتى إذا كنت عند الله تعالى كنت بإذنه من الآمنين الإنسان دائما يكتر من الدعاء فندعو الله تعالى أيها الأحباب الكرام في هذا المقام أن يرفع عنا الشدائد ويرفع عنا الأمراض ويرفع عنا الفقر ويرفع عنا الظلم ويرفع عنا الحيف فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إن نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب العالمين أنت رب الناس إلى من تكيلنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي يا ثالج الهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا اكتب لنا فرجا قريبا من عندك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث أغيثنا يا مغيث أغيثنا يا مغيث أغيثنا واكتب لنا فرجا قريبا من عندك اللهم جبر اللهم جبر كسرنا جبرا جبرا يا أرحم الرحيمين والنكتر من قولنا يا الله يا الله يا الله فإنه سميع قريب مجيب